مرحباً لعالم دبل لايك مرحباً في عام 2020 نحن حدث عظيمة لكن احنا الشباب همتنا اكبر من كل شي 2020 واجهناها بكل اصرار وعزيمة دبل لايك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يسعد لي مساكم متابعين الكرام مسي بالخير والرضا والعافية والسعادة على مستمعيننا مستمعي الإذاعتين الشبابية 98.4 بحرين 93.3 الله يسعد مساكم اللي موجودين في شوارع مملكة البحرين يا هلو مرحباً لأجواء زين ونتمنى لكم إن شاء الله تمشا يا سعيدة واللي عنده غرض ولا حاجة يأدي غرضه ويمر يتقاهوه ويأخذ عاشا حق البيتك ويرجع أعطيت الجدول بلانه اليوم جاهز بتمر على الرابع الفود يترك هناك بعد يزاك الله خير الرابع عند الساد الوطني مكان زين البس كمامك سلام كالله وين نسيت اليوم معقم العادة حطه هني جدامي وين أكيد ياسمين خذتها نحط لك إياه بعد شوية ورا ما أخذتها أوكي أنا آسف خذتها لا ما أخذتها وكان موجود أساسا نحط لك واحدة الحين مسي بالخير على كل من يسمعنا ويشوفنا عبر شاشة تلفزيون البحرين مساء النور والأنوار عليكم وننطلق في حلقة يديدة من دبل لايك ترى حلو المكان الفستفل اللي عند الأستاذ الوطني عطيتنا مقترح شنو ممكن الواحد تسوي اليوم نمر على الرابع هناك نمر على الرابع صحيح طاولات موجودة وتباعد موجود يا سلام باركود موجود مخرجتنا شافت المكان قاعدة تشرح لها الديتيلز والتفاصيل ضمن الاحترازات طاولات متباعدة والمكان المنظم وحلو إن شاء الله اليوم نروح نشوف يستهلون الرابع هناك مروا عليهم جماعة الخير كان مامك معك سلامك الله يعني يزاهم الله خير وزارة الداخلية أنا والله جدام عيني شافه واحد جدام عيني ما خالفه جدام عيني قالوا لا يعني جدام عيني قال لا أول شيء يزاهم الله خير في العدلية قبل أسبوع تقريبا أو عشرة أيام سأله سؤال قال لها سلامك الله شنو المانع لما تلبس كمام قال لها نسيته في السيارة قال لها إذا ممكن تروح السيارة تأخذ كمامك ما خالفه ولكن إذا شافوا ثلاثة أربعة يتمشون مبلابسين الكمام يعني لازم يخالفك سلامك الله الصحة هذه صحاتنا كلنا الموجودين اللي طلعين اللي معاهاليهم كلهم فسلامك الله لا تنسه الحين صار الكمام نفس التلفون نعم جزء من يومياتنا جزء من الأشياء اللي الواحد ضروري يشيلها مثل التلفونة ومفتاح سيارتها لكما ما المفترض يكون معها ومسألة حتى المخالفات ما هي ثواب أو عقاب بقدر ما هو خوف أنك كمواطن من المفترض أنك دائما تكون ضمن دائرة الالتزام والاحتراز المشروط في ظل هذه الظروف الاستثنائية نيلة ممسامحة بعد نحن نأكد نأكد ونقول يعني زاهم الله خير روح القانون موجودة بس إذا خالفك لا تزعل لا مفترض ما تزعل ترى أنت مخالف من لسات يعني إذا يأخو قال لك السلام كالله عليك مخالفة كمام تقول له شكرا لك ويعطيك الصحة والعافية ما فيها زعل لكن أنا الموقف اللي شفته للأمانة رجل الأمن هذه زاها الله خير يعني حريص هو كان بروحة حريص قال لا شنو السبب اللي ما خالك تنزل اسألة السؤال عاني ومسألة السؤال جد دامي أنا بتسامت نعم يعني أنا لوم مكانة لأن في الحقيقة مو في حجة ولا السبب يعني صحة الواحدة قبل كل شي فيعني زاها الله خير أنه يعني اسألة صحنا كل اللي نقدر نقوله من المفترض أن الواحد فعلا يخلي الكمام بالاعتبار ويحطه ضمن الأشياء ضمن الأولويات اللي المفترض تكون معه إذا حلقة يديدة يونس اليوم من دابل لايك حديثنا عن الفستفل الموجود داخل الأستاذ لكن خلونا ننقل لكم تحايا فريق عمل دابل لايك نحيك من خلف المايك يونس العيد ونيل الروعي تقبلوا تحيات فريق الاعداد الثلاث الخطير تحيات هي الأنصاري نور القاسمي ياسمين مفيل ثنائي الإخراج الإذاعي المبدعين فاطمة قنبر وحمد بوكيس أيضا تقبلوا تحيات مخرجنا التلفزيوني مسي عليه بالخير حبيبنا بصالح حسان الشيخ طبعا متابعين الكرام اليوم في بداية الحلقة حبينا نغير جو معاكم ونطلع حق مجموعة من الأغاني ولكن هذه الأغاني تسمى بالكفر رح نسمع معاكم كفر من فنانة بحرينية صاعدة بإذن الله تعالى نتمنى لها الخير والتوفيق صوت مميز صوت جديد حقيقة جدا مميز لتابعها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي رح يكتشف سر من أسرار الصوت المميز نتمنى لها الخير والتوفيق ويا رب دائما وأبدا تستمر رح نسمع معاكم أغنية لعبدالعزيز المعنة سميت بحاجات من كلمات صديقي الزميل الشاعر سعيد بن مانع نمسي عليك بوساري ولكن رح تسمعونها مستمعين الإذاعتين الشبابية وبحرين فأم وأيضا مشاهدين الكرام بصوت فنانة البحرينية الصاعدة أبرار زين الله حاجات يحيها العتب مثل اللقاء مثل السلام وحاجات يكتلها الطلم مثل الولاه والاهتمام صحيحة لو ألما كذا تعب الكلام من الكلام اقرأ 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 قلم واللي كتب بعيون جافاها الملام اقرأ اقرأ عيوني واكترن قديش في عيوني ملام اقرأ 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 تعال وانطاح الحطاب اشعلتهل عينك غرام ارجوك لدور سبب تعال وانطاح الحطاب اشعلتهل عينك غرام ارجوك لدور سبب يبقى الغلاء والاحترام دامك تجي لنك تحول يكفيك عن كتر الكلام اقرأ 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 قلب اللي كتب بعيون جافاها الملام اقرأ 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 عيوني واكترن قديش عيوني ملام اقرأ 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 اشتركوا في القناة اتقان واداء وفن وابداع وصوت دافئ نتمنى لك الاستمرارية ومزيد من التألق في مجال الفن والغناء يا أبرار زينا متابعين الكرام وازلنا مستمرين معاكم ونذكركم برقامة تواصل 174456 من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على صفرين 9731744556 طبعا موضوع اليوم يمكن احنا في بداية الحلقة تكلمنا عن الفستفل والمطاعم ولكن نقدر احنا ننطلق من تاريخ 24 10 وهو قرار فتح مطاعم المملكة بالكامل سواء من الجلسات الخارجية وحتى الداخلية وهذا يفتح علينا اشتراطات عديدة ويفتح علينا موضوع الاتيكيت اللي اليوم دخلت عليه بنود يديدة في ظل هذا الوضع نعم اليوم بنسألف معاكم متابعين الكرام عن اتيكيت المطاعم الاتيكيت في الفترة الحالية يعني صار الاتيكيت لما يحدد اليوم من ضمن الاجراءات الاحترازية خامسة اشخاص على الطاولة صار خلاص اتيكيت يعني انتزم فيه حتى طريقة كمامك لما يوصل لك الناد اللي ياخذ منك الطلب بنزل الكمام او ياخذ الطلب منك وعقبت تلبس الكمام صار هاي من الاتيكيت بنسألف معاكم عن هذا الاتيكيت والاحترازات ونسألف معاكم ايضا عن الاساليب الجميلة اللي احنا مفروض يعني انتحلا بها بطريقة بسيطة جدا في سالفة المطاعم واليالسة داخل وطريقة الاكل وسالفة شون تطلب البيل ما تطلب البيل اذا بتطلب order يديد يعني عندي واحد من رابع نيلة ماشاء الله علي يعني خلص السوب من الزمان السالفة إكسكوز مي مور بليز هو موري فيل سلام كالله حق الشربة لا الشربة استاذ الفاضل يعني هي تعتبر من الستارتر او من المقبلات ايه سلام كالله لما تخلصها ويازات لك هذه شيء طيب اني يازات لك ما يصد تقول لها مور بليز موري فيل سلام كالله ايه يتعامل معاها معملت سوفت درينكس اذا نقدر نقول ان الاتيكيت بالمجمل هو يعني اسلوب ممكن الواحد يتبعها في سلوكها في طريقتها لكن لما نتكلم عن الاتيكيت فيما يخص المطاعم فهي متعلقة بتفاصيل دقيقة جدا في الطلب في طريقة الاكل في الدخول في الخروج في دفع الفاتورة يعني كل هذه التفاصيل الكثيرة فيما يخص المطاعم اليوم من الضروري ان الواحد يتقنها وتكون موجودة عندها خصوصا يونس في ظل هذا الوضع اللي احنا نعيش فيه اليوم الدقة في الاتيكيت داخل المطاعم مطلوبة جدا لان اي خطأ ممكن يلحق الضرر فيك او باشخاص اخرين متواجدين داخل المطاعم اذا اليوم الاتيكيت بما اضيف لها خلنا نقول من جديد بناء على هذه الظروف بنتكلم عنها على 1-7-4-4-5-6 نستقبل اتصالات من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على صفرين 9-7-3-1-7-4-4-5-6 وقبل أن ننطلق معاكم في تفاصيل موضوع اليوم والاتيكيت داخل المطاعم ويترى ما هي تفاصيل الاتيكيت فيما يخص هذا الموضوع نطلع معاكم فقرة دايريكت ميسج واليوم تحديدا مع سعد الشروكي دايريكت ميسج الشعر من جمنا الشواطي والأضواق الضفة اللي ما تجي للتباعد وأنا سعد لو الشعر لهمية ساق أوقف المسرح على ساق واحد معاكم أخوكم الشاعر سعد عصام الشروقي في فقرة دايريكت ميسج جميع الشعراء منافسين في مملكة البحرين وساحة الشعر مثل ساحة الحرب وينتصر فيه إن شاء الله العقوة اللي يميز أدواتي في الشعر يمكن هي الجرأة في طرح المواضيع ما أحط لنفسي أو لأفكاري سب ممكن أن أنا أصلى وأوقف عنده عندي حرية في طرح المواضيع يمكن المجال الاجتماعي هو اللي يميزني أكثر ولكن تطرق لي جميع المواضيع صراحة القصيدة اللي لم تكتب إلى الآن اللي ما حنوكت إلى الآن طقوسي لكتابة الشعر هي العزلة والوحدة عشان يصفى بالي للكتابة لا أكثر ما في جواب محدد بسبب يعني تعلق بالقهوة لكن هي مثل ما يقولون عادة وتعوت عليها الشعراء اللي أنا متعلق في نصوصهم ودائما ما أرجع حق نصوصهم يمكن سعد علوش سعد بن جدلان سعد بن هندي وسعد الشروبي نص مشارته يمكن فيه 2017 وليس ضعفا فيه لكن يعني السبب من ورا هاي الناس ما حبيت إنه يطلع من الأشياء اللي أحرص عليها في الأمسيات في الأصباحات صراحة وجود أمي أتشوفها الأبركة وأتشوفها الراحة النفسية أرتاح نفسياً يعني قعد أتشوف أمي جدامي ما كاني تروح عني رهبة الجمهور ورهبة الكاميرات ورهبة الواضع نفسه الشعراء اللي ممكن أختارهم لو خيرت في أمسي أن أختار ثالث شعراء أولهم أخوي شاعر علي الكعبي وثانيهم سعد علوش وثالثهم سعد بن هندي فناني المفضل محمد عبدو بلا منازع من أغاني عبد المجيد اللي تمثلي ذكره ذنب مين الأغنية اللي ممكن أن أنا أهديه حق شخص في بالي حالياً كاظم ساهر عيد العشاق لو خيرت أن أنا أختار فناني غني من كلماتي من الفناني الشباب ما يمطالب متن ما يحين الوقت إن شاء الله نفرح الوالدة ونتزوج بإذن الله أتوحى ليت هذا الصوت خلي وانظر عيون التلاقط والتصدى والله إني قمت رأحبك وهلي من بعد موجهك الغالي تبدى هذه أنتي وارحبا بك في محلي والله إني غالية في القلب جدا كان معكم الشاعر سعد عصام الشروقي في فقرات Direct Message ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حياكم الله مستمعين الكرام ما زلنا مستمري معاكم في برنامج داب اللايك عبر أثير الإذاعتين الشبابية 98.4 بالإنضمام إلى إذاعة بحرين في أم 93.3 وأيضا مستمري معاكم مشاهدين الكرام من خلال شاشة تلفزيون مملكة البحر وموضوعنا لليوم الاتيكيد داخل المطاعم وهل يا ترى أنت من الأشخاص اللي يلتزمون بالذوقيات وخلنا نقول التفاصيل والسلوكيات داخل المطاعم هل من الممكن أن تبدر منك بعض التصرفات التي لا تليق في أماكن عامة وخصوصا إذا حددناها فيما يخص موضوع اليوم المطاعم نأخذ تصال ماريام مساك الله بالخير حبيبي شلونك الشيخ يوني شلون البنيات بلعتما هو وايد حلو ويفيد الشباب بالنسبة حد المطاعم يعني تعرف لنا فاترة فأنت لما يبتن فاترة وتولي يبتن فتح مرة واحدة فالشباب على طول يعني عندهم شاي بديهيات إنه يكونون مجموعة يروحون بس الشاي اللي ما يعجبني في بعض الشباب مثل رأي المطاعم يقول لهم خمسة ولازم يكون عندكم يعني كل المطاعم بالأمانة كل المطاعم المستخدمين من أغلب المطاعم اللي حناهم إن عندهم هذه الاسترازية إنها كمام نعم تبطين الشروط نعم خمسة يعني أنتو مفروض خمسة القولنزيل والبقايا رابعشة ساب فيهم إنكي تعد حديث القانون المفروض ما تطير لخمسة كي يسوي لك إذقات وي صاحب المطاعم على ثانية بيدخل رابعه هادي مو سلوك حلو المفروض من الجباب نعم الوين الزنيني عقل القانون إنك خمسة هل مرة يبنى مجموعة يقول مجموعة ومرة الثانية يبنى مجموعة ثانية هادي المفروض نعم بس الشباب أو في بعض الأحيان مثل ما أقول يونس يطلب أورجر وبعد يقول لا كنسل لكنسل شون الحبيبي كنسل انت قربي طلب يا أبو لك شون الحبيبي كنسل أو مثل اجتمع يا الرابع أو الرابع معجم الفلوس ها يقول له لا انت خلط حي ما طلب يغني بي شي طلبنا قير وانت يقول لنا قير نتيم وسلوك حلو يعني اعتمالنا من الشباب اللي يعرفون إن الأذيكات في المطاعم إن أول يقول لهم من المقبلات وطالي يعني طالبيات الثانية نعم ولا يقول مثلنا جموعة يقولون لك قاعدنا وضحك وعطار وصوت العالم مع طعم حدوك الثانية نتوات هذا طيارات ولكن روح الفخرين هو هكذا وضحي يعني هذه المفروض يكون عن شبابنا نعم يعني سوريا أعظم يعني أقلب شبابنا راقيم ودولكم في بعض الشباب صحيح حالات نادرة كنيجة نعم شوي يعني لا التزام ولا لا التزام في الحربيات ولا التزام في الاحتراض نعم نعم واضح يا مريم واتمني إن شاء الله كلهم يتمقون نصيح شيء وشاكرة ومقدرة على البرامج الحلوة تشكرون إنسا ويا وذيكم حيات الله يا مريم الشكر لك وليت تعجبون معيوظ لكن أتابع لك العمراء طويل إن شاء الله حيات الله يا مريم طبعا مريم قبل شوي كانوا يقولوا لنا الكنترول إن هي صاحبة بزنس فأنا أتوقع أن عينهم أقرب لمثل هذه المواقف وتقدر تقيس وتقيم إحنا ما نعمم أكيد التعميم لغة الجهلاء ولكن نقول إن مثل هذه المواقف النادرة أو لحالات شاذة قد تكون موجودة بالنسبة لصاحب البزنس هي مزعجة فعلا وتنفر حتى يمكن كاستمر أو الزبائن الموجودين داخل المطعم مثل هالتصرفات الصوت العالي أو الانفعال أحيانا حتى الموظف لما تزعج بطلبات متكررة أو حتى أنك تكنسل الطلب كل شوي يعني مريم ذكرت مواقف بعينها حقيقة لما نحن نشوفها بعيننا ننزعج من الأشخاص اللي يسوون مثل هذه التصرفات ناخذ اتصال لعبد الله من سلطنة عمان مستك الله بالخير مستك الله بالنور والسطرور مرحبا ومسهلا ياهلا ومرحبا يا عبد الله أهلا بكم اليوم منور كنا داخل عليك الشتاء الله يرضى لي عليك تو بواكيرة الليل الحين الواسمة تو بواكيرة الله يبل الخير والمطر علينا وعليكم إن شاء الله غترة حمرة مع الشتاء صدوا الله مبين غامجة يعني ضبط الستايل ضبط عبد الله يا زين تخاضر يعني متفائلين بالجو الله يحييك ويسلوك منور منور والله إحنا يا عبد الله الجو بدأ يحلو عندنا شو الجو عندكم بعمان والله بدأ يعني شوية يعني يبرد شوية نعم عد ما شاء الله أنتوين لأن المناطق مرتفعة بالغالب أجوائكم حلوة إيه والله يعني شوية برد شوية الحمد لله رب العالمي والله منورين بشاجة مملكة البحرين تلفزيونيا مملكة البحرين الله يحفظ مملكة البحرين حكومة وشعبا والمقيمين فيها يا رب العالمين ويصرف عنا يحفظكم هذا الوضاء وعن جميع أنحق بلدان العالم يا رب العالمين نحن شاكرين لك عبد الله تواصلك معنا وتحياتنا لك وتحياتنا حق مستمعين الكرام ومشاهدين الكرام أيضا في سلطنة عمان الشقيقة أكيد متواصلين ومستمرين معكم مستمعينا لواحة سبعة أربعة خمستين خمستين ستة وموضوع اليوم الأتكيت في المطاعم على الرحب والسع ما زلنا متواصلين معكم مشاهدي تلفزيون ومملكة البحرين مسي بالخير على مستمعين الكرام حياكم الله في برنامج داب اللايك نذكركم برقام التواصل على ستة موضوع حلقة اليوم الأتكيت بشكل عام مع الضوابط والاحترازات من يوم افتحت المطاعم وتحديدا الجلسات الداخلية الجلسات الخارجية هي مفتوحة صار لها فترة ولكن الحين الجلسات الداخلية شلي لنا وشلي علينا وشنو الإجراءات والاحترازات نبي منكم رسالة يعني اليوم كلنا نروح مطاعم ولا بدنا نلتزم بالأتكيت الخاص ابنا احنا اليوم يعني هاوشي كهوية كبحرينيين وملتزمين بالعادات والتقاليد وعلى ما قالوا لبسنا طيب ومظهرنا لائق يعني هذي كلها من الأشياء اللي احنا متعاودين عليها ولكن مع الاحترازات هذه كلها الموجودة في الفترة الحالية وهذه الاحترازات هي لكم يعني حق المواطن وحق المقيم يعني الفريق الوطني الاتصدي لفيروس كورونا يعني دائما وأبدا يضع رقم واحد في عينه في أي قرار يصدر من أي جهة رسمية بالتشارك مع فريق البحرين دائما وأبدا صحة المواطن فاحنا نسولف معاكم اليوم على الاتيكيت العام بنرجع على الاتيكيت الخاص عقبوا شوي إن شاء الله عقبوا ما نروح معاكم إلى فقرة ذهب ذهب هذه الفقرة متابعين الكرام دائما وأبدا نحرص عليها في برنامج دبل لايك الإنجازات البحرينية عندنا اليوم في برنامجنا مهمة وأساسية فريق طاقم دبل لايك خذ على نفسه عهد أن كل شاب منجز وكل شاب طموح وكل شاب يسعى دائما لإبراز اسم مملكة البحرين يكون معانا في فقرة ذهب ذهب لذلك إلى أحمد حسين أحمد حسين شاب بحريني حقق نجاح باهر في تسجيل اسم مملكة البحرين بمجال الذكاء الاصطناعي ضمن الدول الرائدة في الوطن العربي وضرب أروع الأمثلة في إخلاص الشاب البحريني وغلو طموحها في تنفيذ ذكاره المخططة إلى مشاريع واقعية اخترق أحمد بقوة مجال السوق الخليجي والوطن العربي بتدشيله مشروعه المختص في تحويل البيوت إلى بيوت ذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال طرح خيارات تقنية متميزة تمكن ملاك البيوت من التحكم وإدارة جميع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بمنازنهم أو مقاتبهم عن بعض وذلك باستخدام الهواتف الذكية الأتيكيت في المطاعم يقال أن فن اختياري وليس ألزامي وإذا اخترته فأنت تختار اختيار صائب لأن التحلي في مثل الأماكن العامة بمثل هذه الصفات يظهرك بشكل خلنا نقول لائق بأماكن عامة خلونا نأخذ هذا الاتصال بوسعود مساء لك بالخير مساء الخير يا بوسعود الله يسعد مساءك أهلا وسهلا طياد يونس جانك يا مرحبا أنا أخوك سلام كالله أستاذ كبرت نمواي سلمه يطول بعمره مرحبا موضوعكم جميل وشيط تفضل يا بوسعود بنسبة حق الموضوع الاتكيت طبعا لا بد من إنسان لما يروح يمطعام أو يقعد في مكان يلتزم أو شيء الهدوء يلتزم شون الغوانين الموجودة الاحترازية ولين مثلا القرصون أو هذا طبعا الالتزام إنه لو سمحت ممكن أخذ المنيو عساس إنه أختار المطار الأطعمة الموجودة ويعطيني خمس عشر دقائق الاختياري للأكلات نعم ومن ثم لما أنا خلص أقول لهم ممكن أسوي الطلبات اللي أنا أبيها طبعا من الاختيار بعد مع الأهل اللي أنا موجود معاهم اختيارهم وهني طبعا يقدم لي شنه هو المنيو ويقول لي أسماء لطعم اللي أنا تلت لما أنا أقولها لا عساس يكرر شنه هو نعم يقيد عليك الطلب نفسه يكرر لطعم اللي أنا أقولها نعم إيه فأسه ما يصر يعني خطأ في الشيء نعم إذن أبو سعود يمكن تكلمت من جانب الموظفين الموجودين داخل المطعم يمكن أبو سعود قصد كنقطة مشرط الخطأ دائما يكون من الزبونة والمستهلك الموجود داخل المكان نفسه وإنما حتى الموظف لازم يكون عند الأتيكيت اللازم لأخذ الطلب ووضع الاعتبارات اللازمة لهذا الزبون الموجود عنده داخل المطاعم ممكن نقطة بسعود جدا جميلة ونلاحظ أيضا بعض الموظفين في هذا المطاعم صار عندهم احترافية في أخذ الطلبات لذلك عقب ما يخلص الأوردر يقول لك بطريقة لا بيقى جدا أن أنا بعيد لك الأوردر فمن باب أن خذ أوردر بالغلط أو زيد في عدد معين في الأطباق أنت الذكر مرة ثانية هذه من الأساليب الجميلة اللي تتبع داخل المطاعم نعم كيد احنا متواصلين معكم في دبل لايك وموضوعنا اليوم تحديدا عن الأتيكيت داخل المطاعم راح نتواصل وناخذ آراء أكثر 1-7-4-5-2-5-6 ولكن بعد هذا الفاصل وقت ما حبيت تشارك على دبل لايك عطنا كول على رقم 1-7-4-4-5-6 مع يونس العيد ونيل الرواي دبل لايك رجعنا نتواصل معاكم مسي عليكم بالخير مستمعينا ومشاهدين الكرام وحلقة يديدة من دبل لايك نذكر في موضوعنا اليوم عن أتيكيت المطاعم وخلنا نروح عن جزئية يمكن ما تكلمنا فيها شو ممكن تختار الأكل المناسب بما أن هذا الخطأ يقع فيه كثير من الناس ويمكن أصحاب البزنس دائما ما يعانون من أشخاص طلب طلب تلقى بعدين كتب الإنستجرام إنه طلب ما عجبني بعدين تكتشف أنه مسألة ذوق يمكن الطبق نفسه ما فيه خطأ ولكن هو ما اختار الأختيار المناسب اللي لائم ذوقه بالنسبة للأطباق بالضبط وأيضا متابعينا الكرام لازم فيها الفترة خصوصا تختار المطعم المناسب لك على أدكم عشرة بتطلع الأهل يزاكر الله خير أولا ثلاث سيارات الله يعطيك الصحة والعافية يعني بعد ستة في سيارة ما يصير لا لا ثلاث سيارات أنت سيارة والولد في سيارة على سبيل المثال الجار خذ الجار معاك ما فيها شي يا بعد كلمة الجار عازمينك سلام كله ويانا بعد سيارة بتروحهم تختارون ثلاث سيارات ايه ثلاث سيارات في كل ثلاثة في ثلاثة تسعة سيارة تاخذ رابع يعني اثنين جدا اثنين مرة عشان التباعد بتختاروا لكم مطعم مناسب اول شي لازم تحدد عدد المرافقين لك على سبيل المثال يعني ما اخذ اليار معاك سلام كله بتودي تعازمي زاك الله خير نازل الراتب اليوم بتونسه ماريام جوال شيش الضحكين عادي يجي يرانكم يعزمونكم وش فيها الدنيا ايه صح ممكن انا خابر منطقتكم طيبة ويرانكم طيبين يعزمونكم ان شاء الله انتوا عزموهم فكرة ماريام ممكن تطبق بالأيام الياية ولازم بعد ماريام والمتابعين المستمعين طبيعة الناس اللي معاك يعني الناس يبون مطعم دايت ما يصر توديهم مطعم فاس فود دهن هالرفع تختار المطعم المناسب يوم اليوم على البنات يقولوا لك يوم اليوم على غالبا اوبن ميل اي اوبن ميل ولا اوبن داي يعني اليوم كله اليوم كله عندهم الثالث وهو الاهم اللي ممكن يخلي حتى من الاكل اللي موحلو حلو اختيار المواضيع والاحاديث المناسبة احيانا نتطلع مع قروب يونس ويكون كل المكان حلو والاكل حلوة لكن انتقاء المواضيع ممكن يخليك ما ودك تكمل اكلك يعني حق تيم العمل نطلع هنا ان تعاشى سلامكم الله ما يحتاج نسولف عن الدوام عن الشغل كفاية ويكند بعد مثلا عندنا قروبين مو قروب قروبين في قروب بعد ما يشاء الله لا اله يعني انا افتح 56 محادثة اش دعوة 56 لا من المحادثات الموجودة ياسمين تحط علامة استفام هاي محادثة واحدة تحط علامتين تعجب وضحكة بس ياسمين اتناقش في قروب العمل فيما يخص العمل انت مو موجودة في القروب قروب المعدين قروب المعدين بالنسبة للقعدة داخل المطاعم انا اتوقع من الضروري ان العمل يكون خارج هذه القعدة اي شيء مقلق اي شيء محزن بعيد تماما اي قصص خلنا نقول فيها طاقة سلبيا نحاول نبعدها ننتقي شديد المواضيع والاحاديث نخليها حلوة حتى لو كانت الوجبة محلوة تصيرها حلوة اذا كانت سوالف يعني تفتح النفس ايضا المتابعين الكرام بعد بتروحون مطعم انتوا مع قروبكم ثلاثة اربعة لازم تعرفون ميزانية المطعم ما لداعي يا الرابع تكيت تكيت شوي تلاحظة شوي سلامك الله دقيقة تصير مشاكل دخلنا اي دخلنا شفنا المنيو اوف صلاطة سعب عدي نار انت اللي مختار سلامك لما طعب اوف البرياني عندهم 18 و 950 هد 18 و 950 وركز على ال 50 اي ضريبة استاذي 950 ضريبة اي هذا اذا بيدفع بروحي سوي شكل اي عاد اذا مجموعة وبتقسم عليهم ياخذهم بيبسي واحد اوه دعاية ياخذهم مشروب واحد لا بالعكس الحين يقول لك اذا كان شيرينج اه اذا مجموعة كبيرة والمبلغ بيصير شوي بيتقسم يعني شيرينج كيرينج صراحة احنا نقولها اذا نطلع بيننا وبين بعض شباب وباقي على الراتب يومين احنا على اخر الشهر فشيرينج الحمد لله رب العالمين الشيرينج حلو قروبكم طيب قروبكم طيب الحمد لله رب العالمين قبل ما اخذ الاتصال انا وصلت لي معلومة اي ان فاطمة قنبر اي مخرجاتنا العزيزة الغالية الله يعطيك صحة والعافية عازمة اليوم فريق الاعداد مهم وصلت لي معلومة لذلك مسات الله بالخير فاطمة بس فريق الاعداد فاطمة اه الان بنت فاهم معاك قبل الاتصال فاطمة لبست سماهات اي اشان اجاوب على الهوى اي اجاوبين على الهوى مسات الله بالخير فاطمة مسات الله بالنور شون امورك المعلومة صحيحة هذه أول شي صوتي واضح في الشماء واضح واضح مضبوط وين بتودين إن شاء الله اليوم فريق لا الخبر صح ولا إشاعة هذا هو السؤال صح صح 26 صح أوكي بس فريق الإعداد يعني أحنا نحسب المذيعين مع الإعداد المذيعين مع الإعداد أي صح أحنا جذي يعني هذا الجواب الصجي ولا عشان يونس أحرجت على الهوى مباشرة لا أنا ما به هذا الجواب الصجي أنا بتعلم من يونس نتدور لنا ما أحرج بس اليوم لا تمام فاطمة على السريع إذا اليوم بتروحون قروب معكم طبعا نتموا التزمين يعطيكم الصحة والعافية ولكن شنو بتختار لهم المطعم إذا بختار مطعم بشوف شنو الأقلبي يحبون بس يعني بما أن يوم الأحد فدايت يوم الأثنين 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 أوكي الأثنين دايت دايت وسبوع دايت ولو أن تقول لك هيا خلاص هي وقفت دايت وقفت هيا وقفت هيا دايت بس إحنا بنرجعها ما عليك أنزين خلاص إحنا ناطرين اسم المطعم بعد شوية تقولوا لنا وممكن يعني الواحد يفكر يلا ناطرين الجواب ناخذ اتصال حصة مستعليش بالخير مسنور يا حصة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة أهلا وسهلا يا حصة كيف حالك أخت ليلى يا أهلا ومرحبا فيك طيبة طيبة حالك سلامكم طيبين سلام الأخ يونس يا أهلا حيالله حصة وحيالله للسعودية شلون أموركم عساكم طيبين والله كويسين والحمد لله نحمد الله ونشكر والله طيبين الله يدي من نعمة علينا وعليكم حصة من وين من الخبر من الدماء من الشرقية لا والله حياك الله يا قلبي لا لا أنا من العلا من العلا يا حياك من محافظة العلا حصة أيوة محافظة العلا ما شاء الله بنيكم إن شاء الله زيارة عندكم المناطق الزينة في العلا ودائما نشوف عنها التقارير المميزة أيوة من العلا حياك والله والله الله يحييك إن شاء الله تحصل فرصة ونزوركم يا حصة حصة رايش في موضوعنا اليوم فيما يخص الأتيكايد داخل المطاعم حصة إذا ما عليك أمر تسمعيننا من التلفون أفضل من التلفزيون أو الراديو يعني شوي أقصر علي مرة كلها قفلة يعني نعم إذا ما عليك أمر أيوة تفضلي يا حصة رايش في موضوع اليوم والأتيكايد داخل المطاعم موضوع هو كويس أتيكايد المطاعم وهذه كويس والله نعم يعني واحد إذا كان مثلا يبغي يروح مطاعم يختار المطاعم القويس المطاعم يعني لمهو غالي يكون وسط يعني عشان ما يحرج نفسه يحرج المعادي ضيوف أو مثلا صدقة ربعة مثلا نعم يعني هذا هو شيء يعني يكون يعني يعني يقعدوا مثلا على الطاقة يعني ما يتحدثهم في أمور يعني يعني ما يملك الضيق الصدر أو كذا لا نعم يحترم اللي حوالي يعني طالعين يغيرون جو يعني معه حلو لبيه نعم أقول لي اللي طالع يغير جو بعد ما يفتح مواضيع الضيق الصدر لا والله قفل ريات الله والثالي يطلع ينتكل شيء صحيح يعني يونس رابعة ويسالف محاوم يدردش أحسن والله نعم يعني مواضيع حلوة وكويسة ويترك عن المواضيع الماضي خلاص يعني يعني ما شاء الله يضيطهم كذا ولا يسمح مواضيع قد راحات وكذا خلاص يعني نعم ما شاء الله يعني تكيت حلو يعني حلو يا حصة يعني موضعكم مرة 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 حلو شيء صراحة يعني أعجبني مرة بأخير شكرا لك احنا سعدنا بسمع صوتك وتحياتنا لأهل المملكة شكرا لك والاتصال لك يا حصة أهلا وسهلا شكرا حق حصة وشفتي معالم الأثرية في العلا شفت صوري منطقة جدا رائعة جدا منطقة جبلية وأيضا بقيادة سمو الأمير محمد بن سلمان تم إضافة هذه المنطقة وأدرجت أنها تصير منطقة سياحية وتم تجديد هذه المنطقة وتصير فيها مجموعة من الفعاليات والأنشطة والحفلات الغنائية منطقة جدا مميزة وهنيالكم يا أهل السعودية على هذه النهضة السياحية المميزة وبإذن الله تعالى يوم الأيام ونيكم إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تحصل فرصة ونشوف العلا عن قرب يمكن أنا شفت لها صور كثيرة وأتمنى حقيقة أن أشوف طبيعة السعودية في منها طبيعة يعني خلابة جدا رح نطلع معكم لهذه الفقرة شير مع طلال السردي ودائما تفاصيل وخبايا في عالم التكنولوجيا شير مع طلال السردي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا مثل ما نعرف أن الإنترنت يحوي الأشياء الإيجابية والأشياء السلبية وأغلب البرامج الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى الألعاب الإلكترونية لها عمر معين أغلب هذه البرامج تبدأ العمر من عمر 13 سنة فلذلك الرقابة الأبوية لازم تكون موجودة المنع هذا مو حل ما تقدر تمنع بنتك أو ولدك من الإنترنت فلذلك لازم أنت تكون مشرف عليهم وتقعد معاهم وتسمع بالضبط شنو الأشياء اللي يحبونا شنو الأشياء اللي يكرهونا وتشوف بالضبط شنو هتماماتهم الموجودة على الإنترنت وتقعد ترشدهم على المحتوى الجميل والمحتوى المفيد الإنترنت مليان بالأشياء المفيدة والأشياء الممكن الواحد يطور من نفسه والأشياء الممكن يتعلم منها ويحاول يطور مهاراته ومواهبه مثلاً تحبيت ترشد ابنك للمحتوى المفيد لكن تحتاج أنك ممكن تراقب بالضبط شنو الأشياء اللي قاعد يشوفها فيه عندنا برامج كثيرة للمراقب الأبوية عبر الهواتف الذكية أحسن برنامج أنا ممكن أن أصحكم فيه اسمه جوجل فاميلي لينك هذا البرنامج ممكن يربط جميع هواتف الأبناء مع تلفونك بالضبط يعطيك تقرير كامل شنو الولد شنو قاعد يشوف شنو الأوقات الموجودة دايماً النشاط الموجود على الإنترنت شنو المواقع اللي شافه وتقدر بعد أنه تحميه أنه ما يشوف مثلاً المحتوى الغير لائق أو ما يقدر ينزل بعض البرامج وحتى ممكن تخلي بعد أنه ممكن إذا يريد أن ينزل أي برنامج معين لازم يوصلك تنبيه ولازم توافق عليه أنت أنت توافق تعطيه البوافقة لأبروفل عشان يقدر ينزل هذا البرنامج في النهاية أبنائنا أمانة ولازم نحافظ عليها في عالم الإنترنت يعطيك منعافة هياكم الله مستمعين الكرام إلى بعض العادات الغريبة في بعض البلدان نبتدي في كازاخستان كازاخستان يقال أن يتم الترحيب بالضيوف بنصف كوب من الشاي يقدم مشروب الضيافة على هيئة نصف كوب كرمز من الضيافة والكرم وهي طريقة يتم إعلام المضيف فيها بأنه مستمتع في الحديث وما يبي من الشخص الموجود أن يروح من المكان بشكل سريع أما بالنسبة لهم الكوب الممتلئ بالكامل فهي إشارة بلا باقة بأن الضيف عليه المغادرة فيه إشارات مثل ما نقول بالعامي فيه نغزات يخش تعرفنا على عادة من العادات عندهم الروح حق أثيوبيا يتناولون الطعام بيدهم اليمنى ومن الوعاء الأقرب لهم ويعتبر تخطي أي وجبة منهم يعني الصحن بعيد تصرف غير لائق على الطاولة وعلى المائدة كما يجب أن ينتظر الأشخاص كمال وجباتهم ليقدم لهم اللحم الذي دائما يؤكل في آخر المائدة جميل بالنسبة للصين يقال أنه يعتبر من غير اللباقة أنك تنهي الوجبة بشكل كامل لأنها تعتبر تقليل من شأن الأشخاص الموجودين أو الأشخاص اللي استضافوك على العكس عندنا يعني إذا ما كلي تقولك ما أعجبك الأكل بس أقولك بالنسبة للصينيين ما يتفهمون عدم ترك الطعام في الطبق يعني أن الوجبة لاقت استحسان الشخص الموجود وإنما على العكس أنه يعني حسون أنه ممكن حطوا هذه الوجبة وأساساً ما كانت كافية لتسد جوع الشخص ولذلك كملها بالكامل سلامكم الله يا أهل الصين حياكم الله في مملكة البحرين في بيوتنا بيوتنا مشرعة سلام كله أنت من أول ماتي من الصين سلام كله بسلامة راسك ومسوي الفحص حيا كله عندي أنا في البيت حتى حق الصيني سلام كله اليوم نعم سلام كله حق أهل الصين أنت بس من الوالدة تحط لك في الغنجة نصحون ما يمشي عندنا في البيت غنجة سلام كله وشيرينك أنت بس من تاكل كلتا الحين ثلاثة أربوع الغنجة الوالدة ولا الوالد ما كل شي على طولنا تبيل لك سلام كله يعني هاي الاتيكيت اللي عندك دي ما يمشي عندنا يعني أنت الغنجة احنا ضروري خلص ضروري خلص لا وإذا خلص يما ما كل شي ما عجبك أكلنا هي بس من تقول ما عجبك أكلنا للملاس رايح وراجع من الجدر عليك يعني الصيني والله أنك بتستانس عندنا والله اختلاف عادات اي اي ما عليك الروح إيطاليا الروح إيطاليا اوه هذه المعلومة عاد يعني يا هل إيطاليا يقول لكم طلب المزيد من الجبن يعتبر إهانة يعتبر إهانة لطاعم المطعم الاعتقادة بأن الزبون لم يتقبل الطبق بالطريقة التي يؤعد بها وأنك بذلك تريد تغييرها فبالتالي يعتبر وضع الجبن على بعض الأطبق كالبيتزا والباستا بمثابة خطيئة لكونها غير مخصصة لهذا النوع من الأطبق يمكن لأنهم مشهورين بالجبن ويستخدمونه بشكل دائم وفنانين فيه بأنواعه وأصنافه فالمقدار اللي يحطونه هو اللي المفترض الزبون يحتاج له فلما تقول له غير ولا زيد ولا قلل فممكن يكون تقليل من شأن إمكانياته في وضع هذا الطبق الله يحييك الإيطالي عندنا إكسترا تيز هذه من قبل ما يطلب البيتزا إكسترا تيز شيف هذا على طول الروح تايلاند يقول لك ما تقدر في تايلاند تاكل الوجبة بالشوكة تخيل يعني أنت ما تقدر تستخدم من الشوكة لأن هذا يعتبر أمر مسيء وغير مقبول بين الشعب ولكن هناك بعض الاستثناءات كالأطعمة المستقلة التي لا تعد جزء منها الأرز مثلا ممكن أنها تأكل بالشوكة وكذلك بالنسبة لبعض الأطباق التايلاندية الشمالية الشرقية اللي تأكل باليد فمن غير إلا أنك تستخدم الشوكة فيها نأخذ اتصال هاجر الفضالة مرحبا مساء الخير مساء السعادة والإيجابية يا مقدمين الإزاء يا أهلا ومرحبا فيك يا هاجر أهلا وسهلا صراحة يعني أنتو إذا فقدر بس بيت حتى نريما شيقة وتجرب نعم بالنسبة لك فان الاتيكيت في المطاعم صراحة يعني في ناس يعني يتهيئون أنهم قاعدين في البيت شلون يعني مثلا قاعدين في المطاعم يشيلون العفل بحسوة استاذة هاجر ترى صوتك يقطع سلامت الله عندنا شوية يمكن أن تفي مكان السيرفز ضعيفي حتى يعاود الاتصال فيك استاذة هاجر أكيد نحن متواصلين وموضوعنا اليوم الاتيكيت في المطاعم نذكر بأرقامنا على 1-7-4-5-2-5-6 إلى تيم بحرين متابعين الكرام بعدها راجع لكم لاستكمال الدقائق الأخيرة في برنامج دابل لايك تيم بحرين منت الحبيب الليكتور عاشة خالد متطوع في فور 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 من بداية الأزمة صخرت نفسها لخدمة المرضى وخدمة المجتمع ما صرنا نشوفها في البيت نفتقدها معنا في جلساتنا بس أمان لنا هي تخدم المجتمع مصبرنا نحن فخورين في جوية العطل اللي انت تعطينا والاهتمام والوقت اللي انت قاعد ترسخينا حق هالموضوع مو بشيهي ولك الشخص يقدر عليه دابل معك وأكيد متواصلين ومستمرين مجدداً هاجر ومساة جلب الخير السعادة والإيجابية هما طالعين يستنسون فما لدي فئة أتخرب على فئة وبعد أني نصيحة ويد حلوة صراحة أنا ويد أحبها لما يجي المزانة اللي يخدم علينا أن تعطونا أن ترباء حلو إذا عجبكم الأكل والخدمة وذي حلو لما تمدحونا تكونوا ممتنين للخدمة اللي سواها لكم طول الساكرة هذه مو شاطب بقشيش اللي يبقى يحق في هذا الفلوس أوكي بس حلو أن يترونه أنا ولا خطوة الطعام ممتازة الأطواق مات ويد حلوة فيحس أنه هو سوى الشيء مميز في يومه جميل يا هاجر أنا حبيت نقطة أن الواحد يكون سباق في إبداء رأي يمكننا ما نسويها إلا إذا عطونا أوراق عشان نبدأ رأينا ولكن ذا الواحد منه ومن نفسه يبدأ رأي في الأكل أو في طريقة الخدمة في يكون في قمة اللباقة حاولي يكون سباق في مثل هذه التصرفات شكرا لك يا هاجر حياة الله إذا المتابعين الكرام قبل الختام نذكر أن المطاعم افتحت الجلسات الداخلية بما لا يتعدى 30 شخص هناك تباعد بين الطاولات كل طاولة حق خمسة أشخاص لذلك خلنا كلنا نلتزم مع أهل المطاعم هذه اليوم رسالتنا لكم متابعين الكرام في ختام الحلقة نلتزم كلنا مع أهل المطاعم اليوم ربي لك الحمد بخير وفضل ونعمة ربي لك الحمد لذلك نحاول نعين ونعاون أهل المطاعم كلهم بالالتزام بالإجراءات والاحترازات ويفضل سلمك الله قبل ما تروح المطعم بثلاث أربع ساعات تتصل عليهم وتحاجز طاولتك وتكون أنت بخير ومرتاح توصل على الموعد وتروح تأخذ أو تيلس على الطاولة وتعشى بسلام مع أهلك ولا مع رابعك ضمن الاحترازات للجراءات ونكون لك احنا من الشاكرين والمقدرين احنا في مثل هذا الوضع الخاص نقدر نقول لنا اليوم زيارتنا للمطاعم تعتبر مسؤولية مجتمعية وكل واحد تقع لعاتق المسؤولية في أن يلتزم ويقدر مثل هذه اللحظات الصعبة اللي احنا نور فيها نستمتع ولكن مثل ما قال يونس ضمن الاشتراطات اللازمة حتى نكون فعلا نرفع من الوعي وسقف المسؤولية والإحساس بالمسؤولية عندنا وعند أبنائنا ومن حولنا كذلك صلنا معاكم للختام تقبلوا تحيات طاقم برنامج دابل لايك التحية الأولى تصلكم من داخل السيديو تحيات نيلة الرواعي ويونس العيد المبدعين من الإعداد ياسمي مفيد نور القاسمي وهي الأنصاري تقبلوا تحيات فريق الإعداد أو فريق الإخراج الإذاعي تحيات فاطمة قنبر وحمد بوقيس ومن الإخراج التلفزيوني يحييكم حسان الشيخ في أمان الله مع السلامة ترجمة نانسي قنبر ترجمة نانسي قنبر ترجمة نانسي قنبر ترجمة نانسي قنبر